أهلا بكم يا أصدقائي في فيديوهات تعليم الشترانج للصغار ده الفيديو 5A اللي بيحتوي على الدرس الخامس الجزء الأول في الفيديو ده وبستغرب حوالي 25 دقيقة الفيديو بيبدأ بمقدمة تعريف بالبرنامج مدتها دقيقة ونصف باقي أجزاء الدرس الخامس ممكن تتبعها في فيديوهات أرقام 5B و 5C و 5G الدرس الخامس متوفر أيضا كاملا في فيديو رقم 5 في الفيديو ده هنشوف كيف يتحرك الملك ويأخذ والكش وفي الفيديوهات اللي بعد كده هنشوف الكش مات وأسئلة وإجابات وتدريبات ودلوقتي تعالى نشوف المقدمة أهلا بكم يا أصدقائي في فيديوهات تعليم الشترانج للصغار الفيديوهات دي من إعدادي أنا دكتور عصام حمودة الفيديوهات دي المين كل من بلغ عمره 8 سنين في أكتر يقدر أنه هو يتبحى بنفسه ويتعلم منها أو لو أنت كنت مدرب تقدر تستعين بالفيديوهات دي عشان تعلم الشترانج للأطفال في المدارس أو في الأندية أو حتى لو كنت وليه أمر أب أو أم حتى لو ما تعرفش قواعد اللعبة يمكنك أنك تتابع الفيديوهات دي وتنقلها لابنك أو بنتك إيه هو الغرض من الفيديوهات دي؟ تعليم الشترانج بطريقة علمية للصغار اللغة العربية وبيبدأ من طريق تحريك القطع حتى يصل الطفل أنه يلعب دور الشترانج بطريقة صحيحة وعلمية إيه هو البرنامج؟ البرنامج حباره عن 24 درس الشترانج وكل درس بتكون من مادة تعليمية وبعدين تمرين وبعدين أسئلة وأجوبة إيه هي الطريقة العرض؟ في فيديوهات فيها الدرس كامل ودي تبقى حوالي 30 إلى 40 دقيقة ولو كان المدة دي طويلة للتركيز الأطفال ففي دروس متقسمة إلى فيديوهين أو ثلاثة مدة كل منهم 10 إلى 15 دقيقة أقدر أتفرج على الفيديوهات دي فين؟ الفيديوهات دي موجودة على اليوتيوب في قناة اسمها قناة الشترانج العربي ممكن تخش على جوجل وتكتب يوتيوب سلاش عصاب حمودة أو تخش على لينك القناة مباشرة ومكتوب قصادة ودلوقتي تعالى نشوف الفيديو أهلا بكم يا أصدقائي في الدرس الخامس الدرس ده هنخصصه للملك وقبل ما نعرف إزاي بيتحرك تعالى نشوف صور له في الواقع القطعة دي اسمها الملك ودي أهم قطعة في الشترانج وبينتهي الدور لما الملك يموت دي أشكال الملك صور له طبعا حسب الشترانج بيبقى له صور كتيرة ودي رموز الملك اللي بتظهر على الكمبيوتر في الموقف اللي قصدنا اللي احنا تعودنا عليه إن احنا بنجيب الرقعة وبنقسمها إلى أربع أجزاء كل جزء ملوش دعوة بالجزء التاني بنشوف كذا حالة من حالات الملك يعني الملك الأبيض ده في الرقن الرقعة والملك الأسود ده أو ده على جانب الرقعة والملك الأبيض ده في داخل الرقعة لهو على الجانب ولا في الرقن الملك بيتحرك زي الوزير ولكن لمسافة مربع واحد ولما بيكون في رقن الرقعة ممكن يتحرك لثلاث مربعات بس يعني الملك اللي هو في A8 ممكن يتحرك على الصف ويروح للB8 أو ممكن يتحرك على العمود ويروح للA7 أو ممكن يتحرك على الوطر ويروح للB7 يعني له ثلاث مربعات فقط أما الملك لما بيكون على جانب الرقعة سواء على آخر عمود أو على آخر صف فبيضرب خمس مربعات يعني ممكن يتحرك هناه على العمود الأعلى والأسفل أدي مربعين أو على الصف شمال أو على الوطر ده أو على الوطر ده يعني بيضرب خمس مربعات بينما لو كان داخل الرقعة سواء في الوسط أو في غير الوسط ممكن يروح لتمم مربعات يعني الملك اللي هو على السي سري ممكن يتحرك على الصف يمين يروح للD سري أو على الصف شمال يروح للB سري أو على العمود الأعلى يروح للC4 أو على العمود الأسفل يروح للC2 أو على أي وطر بالأوطر ده يروح للD4 أو للD2 أو للB2 أو للB4 يعني بيضرب ثمان مربعات الملك زي باقي القطع ما يقدرش يخفز على القطع سواء الصديقة أو الخص يعني الملك الأسود ده ما يقدرش يتحرك علشان فيه بيادة على العمود فما يقدرش ييجي في المربعين اللي على العمود وفي نفس الوقت الوزير منعه من الوطر النحياجي والرخ منعه من الوطر النحياجي والرخ ده منعه من الصف إنما الملك هنا متحاصر بقطعتين من قطعه منعينه من الحركة للمربع ده أو المربع ده لكن يقدر يتحرك على الصف يمين ويروح للمربع اللي جنبه بيئيت الملك الأبيض ده فيه ثلاث بيادة أبيض منعينه من الحركة للصف التاني لكن ممكن إنه هو يتحرك للمربع اللي هو H1 على الصف يمين أو على الصف شمال مربعات فرغة يعني ممكن يوصل للH1 أو للF1 الماك الأبيض ده فيه أربع بيادة من نفس لونه منعه من الحركة للمربعات اللي جنبه ده هيت إنما يقدر يتحرك على الوطر هنا أو كده ويجي للمربع ده أو يجي على الوطر للمربع ده أو يجي على الوطر للمربع ده الموقف اللي أصدنا ده فيه ملك أبيض وجنبه فيه الأسود وفيه ملك أسود وجنبه حصان أبيض الملك بياخد الملك بياخد القطعة اللي وقفة فيه المربع اللي كان بجانبه سواء على الصف أو على العمود أو على الوطر يعني الملك الأبيض ده ممكن ياخد الفيل الأسود بإنه يتحرك نحيته وياخده والفيل بيطلع بره والملك بيفضل مكان الفيل الملك اتحرك من الجي سري وأخد الفيل اللي واقف على الاتش سري ووقف مكانه برضو الملك الأسود ده ممكن ياخد الحصان اللي واقف على المربع اللي جنبه على الوطر بالمنظر ده الملك اتحرك من الاتش سيكس وراح لجي سيفن والحصان طلع بره والملك وقف مكانه إنما في نفس الوقت الملك ممكن ما ياخدش الفيل ممكن يتحرك لأي مربع يقدر إن هو يوصل له يعني ممكن ييجي هنا أو ييجي هنا زي ما هو عاوز أو ييجي هنا أو ييجي هنا أو ييجي هنا طيب هل يقدر ييجي في المربع جي تو أو في المربع جي فور لا ما قدرش ليه لإنه لو تحرك للمربع جي تو هيبقى واقع تحت التحديد بتاع الفيل والملك ما يقدرش يروح للمربع يكون فيه مهدد ونفس الموضوع لو راح للمربع جي فور ما يقدرش يروح له على شار الفيل ممكن ياخده والملك ما يقدرش يتحرك للمربع يكون مهدد فيه ونفس الموضوع بالنسبة للملك الاسود ده ممكن يتحرك للمربع جي سيكس أو للمربع جي فايف وطبعا إحنا قولنا بكده ممكن ياخد الحصان اللي على الجي سامن إنه ما يقدرش يتحرك للمربع اتش فايف عشان لو تحرك للمربع اتش فايف هيبقى الحصان مهدده اهو الحصان ممكن يمشي مربعين على العمود لتحت ومربع على الصف يمين وياخد الملك فالملك ماقدرش يتحرك للمربع اتش فايف إنه ما يقدر ياخد الحصان أو يتحرك لالاتش سيفن أو لالجي سيكس أو لالجي فايف في الشكل اللي قصدنا ده برضو ملك أبيض وجنبه رخ أسود على الوطر في المربع اللي جنبه وملك أسود وقدامه بيدا أبيض على العمود الملك الأبيض يقدر ياخد الرخ وييجي مكانه والرخ يطلع خارج الرقعة وبرضو الملك الأسود يقدر ياخد البيداء الأبيض وييجي مكانه والبيداء يطلع خارج الرقعة الملك الأبيض يقدر يروح فين كمان الملك الأبيض يقدر يروح من ال F4 لل F5 يقدر يروح لل E5 يقدر يروح لل E4 ما يقدرش يجي في المربع F3 أو G4 أو G5 عشان هيكون على العمود معروخ أو على الصف معروخ نفس الموضوع بالنسبة للملك الأسود ده ممكن يتحرك على الوطر للمربع D5 أو المربع B5 أو المربع B7 أو المربع D7 أو طبعا ياخد البيدأ إنها ما يقدرش يجي للمربع D6 أو المربع B6 علشان هيكون على مربع ممكن يضربه البيدأ هنا أو هنا ودلوقتي تعال نتكلم على لفظ كلنا نعرفه وهو الكيش الكيش معناها إن الملك في حالة هجوم يعني مثلا عندنا هنا الملك الأسود موجود على المربع B8 والرخ الأبيض موجود على المربع D6 الرخ الأبيض ممكن يتحرك إلى المربع B6 على الصف زي ما احنا عارفين بالمنظر ده ودلوقتي الملك الأسود أصبح في حالة كيش يعني الرخ لو عليه النقلة هياخد الملك طبعا مش ممكن إن احنا نسيب الملك في هذا الوضع ولازم الملك يتحرك ممكن يتحرك للمربع C8 أو للمربع A8 أو للمربع A7 أو للمربع C7 وفي الأربع مربعات دولهمت هيكون مش في حالة كيش عشان الرخ ما يقدرش ياخد مثلا على الوطر إنما الملك ما يقدرش أبدا إن هو ييجي في المربع B7 عشان لسة هيكون في مجال الرخ هنقول إن الملك الأسود اتحرك للمربع C8 كده الملك كان في B8 في حالة كيش من الرخ دلوقتي اتخلص من الكيش بإنه جاه في C8 تعالي نشوف الملك الأبيض ده اللي هو في H1 وفيه فيل أسود في E2 الفيل حيتحرك للمربع F3 يعني حيمشي على الوطر بالمنظر ده الفيل كان في E2 اتحرك للمربع F3 دلوقتي الملك الأبيض بقى في حالة كيش علشان بقى على وطر واحد مع الفيل ولذلك الملك دلوقتي لازم يتخلص من الكيش بإنه يروح لمربع زي الـ H2 أو لمربع زي G1 إنما طبعا ما يقدرش ييجي في المربع G2 عشان لسة هيكون في مجال حركة الفيل تعالي نشوف الموقف ده فيه ملك أبيض في A1 وفيه حصان في D2 الحصان حيتحرك للمربع B3 يعني حيمشي مربعين على الصف ومربع على العمود لفوق بالمنظر ده الحصان كان في D2 اتحرك راح للB3 ودلوقتي الملك الأبيض ده في حالة كيش علشان الحصان ممكن إنه هو ييجي في المربع A1 بإنه يمشي على مربعين على العمود لتحت ومربع على الصف الشمال يعني ممكن ييجي في المربع A1 فدلوقتي الملك في حالة كيش والملك دلوقتي لازم يتحرك ممكن بقى يتحرك إلى مربع زي الـ B1 أو مربع زي الـ A2 أو مربع زي الـ B2 ويخلص من الكيش ما يقدرش الملك أبدا يستمر في حالة كيش فاحنا هنقول إنه هو هيتحرك للمربع A2 بالمنظر ده وكده يبقى الملك تخلص من الكيش بتاعة الحصان طيب تعالا نشوف الموقف اللي هنا في ملك في الـ A7 وفي بدأين أبيض في الـ A5 وفي الـ B5 البيادة بتتحرك لقدام زي ما احنا عارفين فالأبيض لعب البدأ بتاعه من الـ B5 للـ B6 بالمنظر ده البدأ يتحرك من الـ B5 للـ B6 ودلوقتي الملك الأسود ده في حالة كيش علشان الـ B ده ممكن يتحرك على الـ Water للمربع اللي جنبه وياخده فلازم الملك ده يتحرك ممكن يتحرك للمربع A6 أو A8 أو B7 أو B8 انما هنا في سؤال ليه الملك ما يقدرش يتحرك على الـ Water وياخد البيدأ اللي هو في الـ B6 علشان البيدأ ده محمي بالبيدأ اللي هو في الـ A5 فالملك ما يقدرش يجي ياخد البيدأ عشان البيدأ A5 حميه والملك مش ممكن يحط نفسه تحت التهديد لحد دلوقتي بنشوف الملك لما بيتعرض لكيش هو بيتحرك بعيد عن الكيش طيب تعال نشوف الموقف ده الملك الأسود في الـ F6 وفي وزير في الـ H6 والوزير ده هيتحرك ويروح لـ H8 وهيقول للملك كيش الوزير دلوقتي بيقول للملك كيش علشان بقى معاه على وطر واحد احنا شوفنا قبل كده ان الملك ممكن يتحرك في مربع بعيد عن الكيش يعني مثلا ممكن يتحرك للمربع G5 او المربع E7 ويبعد عن الكيش زي كده الملك يتحرك للمربع G5 وبقى بعيد عن الكيش او ممكن يتحرك للمربع E7 ويبقى بعيد عن الكيش زي كده تعال نشوف حية جديدة الوزير ده في المربع H8 اصبح تحت سيطرة الحصان اللي هو ممكن يتحرك مربعين على العمود لتحت ومربع على الصف يمين وياخد الوزير يبقى دي تاني طريقة للتخلص من الكيش باني ااخد القطعة اللي بتقول كيش الحصان اتحرك من المربع G6 واخد الوزير اللي كان في ال H8 وبكده الملك اصبح مش في حالة كيش والوزير خرج برا الرؤعة والحصان استقر في ال H8 يبقى دلوقتي قلنا ان الملك ممكن يتحرك لمربع بعيد عن الكيش او ممكن ان هو ياخد القطعة اللي بتقول له كيش في كمان طريقة تانية ان يحط قطعة بين الوزير وبين الملك يعني مثلا الرخ دي ممكن تتحرك وتيجي للمربع G7 بالمنظر ده وبكده يبقى الوزير مايقدرش يوصل للملك والملك يتخلص من الكيش يبقى دي تارت طريقة رابع طريقة ان الملك ياخد حاجة من القطع المنافسة ما بتكون شي محمية يعني ممكن الملك يتحرك وياخد البيداء اللي على ال F5 البيداء ده مش محمي زي كده وكده الملك بعد عن المجال بتاع الوزير طيب ايه المربعات التانية اللي مايقدرش يجيها الملك طبعا مايقدرش يجي مكان الحصان بتاعه او مكان الرخ بتاعه وكمان مايقدرش يجي في المربع E6 عشان هيبقى في المجال بتاع البيداء وكمان مايقدرش يجي في المربع E5 علشان هيبقى في المجال بتاع الحصان تحرك مربعين على الصف ومربع على العمود يبقى الملك مايقدرش يجي لا في المربع E6 ولا في المربع E5 حنقول ان الملك هيتحرك للمربع G5 علشان يتخلص من الكش نيجي دلوقتي للملك الابيض في المربع A2 وفي رخ في المربع D1 الرخ دي هتتحرك للمربع D2 وهتبقى بتقول كش للملك عشان الملك اصبح على نفس الصف طيب ازاي الملك يتخلص من الكش الملك ممكن يتخلص من الكش بانه هو يتحرك للمربع B1 ويبقى بعيد عن الكش زي كده الملك اتحرك من المربع E2 الى المربع B1 وتخلص من الكش طيب ايه تاني؟ ممكن يتحرك لمربع آمن تاني اللي هو المربع A1 بالمنظر ده كده الملك اتخلص من الكش بتاعة الرخ وراح لمربع آمن اللي هو A1 طيب في ايه تاني ممكن الملك تخلص بيه من الكش؟ ممكن الملك يحط الحصان بتاعه ده هوت يتحرك مربعين على العمود ومربع على الصف ويجيب الحصان في المربع B2 كده الحصان جاء وقف بين الرخ وبين الملك دلوقتي الرخ ما بيقولش كش للملك اخر حاجة ممكن يعملها الملك ان هو ممكن ياخد قطعة منافسة زي الفيل اللي على الاسري بالمنظر ده وبكده الملك اتخلص من الكش بتاعة الرخ واخد الفيل والفيل طلع بره والملك وقف ما كانه طيب بدل الملك ما ياخد الفيل ويتخلص من الكش ايه رأيكم في حاجة اسهل من كده ان هو ياخد الرخ نفسيها هياخد الرخ ازاي؟ هياخد الرخ بالحصان الحصان حيتحرك مربعين على العمود لتحت ومربع على الصف يمين وياخد الرخ بره بالمنظر ده ويتخلص من الكش يبقى دلوقتي الملك يتخلص من الكش بان يروح لمربع امن زي البي وان او ال اي وان او ياخد قطعة من قطع الخصمة ما تكونش محمية زي ما اخد الفيل اللي في اسري او يحط قطعة في النص بينه وبين القطعة اللي بتقوله كش علشان يحمي نفسه او ياخد القطعة اللي هي بتقول كش تعالى دلوقتي نشوف الموقف ده عشان نعرف حاجة جديدة في موضوع الكش عندنا ملك ابيض في اف وان وعندنا حصان اسود في الاتش فايف الحصان الاسود اتحرك مربعين على العمود ومربع على الصف واجه في المربع جي سري كده لما جه في المربع جي سري اصبح بيقول كش للملك يعني ادي مربعين على العمود ومربع على الصف ويبقى الملك في مجال الحصان دلوقتي الملك عاوز يتخلص من الكش فممكن يتخلص منها بالطرق اللي احنا عارفينها فيما عادة طريقة واحدة هنقولكو ايه الطرق اللي ممكن يتخلص بيها وبعد كده نعرف ايه هي الطريقة بالنسبة للكش بتاعة الحصان اول طريقة انه هو يتحرك لأي مربع امن زي مثلا المربع بتاع الجي وان بالمنظر ده او يتحرك للمربع اي وان بالمنظر ده او يتحرك للمربع جي تو بالمنظر ده او يتحرك للمربع اف تو بالمنظر ده وكل المربعات ده هي امنة بالنسبة للملك علشان مش في مجال الحصان طيب في مربع مايقدرش ييجي فيه اللي هو المربع اف تو علشان هيبقى في المجال بتاع الحصان مربعين على الصف ومربع على العمود لتحت فمقدرش ييجي فيه المربع ده طيب كل الكلام ده احنا عارفين فيه كمان طريقة تانية اتخلص بيها من الكش بتاع الحصان الابيض عنده بيدق على ال H2 والحصان جاي معاه على الوطر فيه المربع الملاصق له فممكن البيضة ياخد الحصان ويتخلص من الكش بالمنظر ده البيضة اتحرك من ال H2 لل G3 فيه طريقة احنا ما قلنهاش اللي هي ايه ان انا مقدرش احط قطعة بين الحصان وبين الملك علشان امنع الكش عشان اصلا الحصان بيقفز فوق القطع المنافسة والقطع الصديق يبقى الملك في حياة الحصان ياما يتحرك الى مربع امن ياما ياخد الحصان اللي بيقوله كش انها ما يقدرش يحط قطعة من قطعه بينه وبين الحصان عشان الحصان بيقفز من فوق القطع طبعا احسن طريقة انه يتخلص بيها من الكش انه هو ياخد الحصان بالطريقة ديت ويتخلص من الكش دلوقتي تعالى نشوف الموقف بتاع الملك الاسود في البي سيفن وهو مش في حالة كش انما في فيل ابيض على ال E2 حيتحرك للمربع D5 على الوطر ومن هناك حيقول كش للملك عشان الملك حيبقى على الوطر بتاعه بالمنظر ده الملك ممكن يتخلص من الكش الهيت بالطرق اللي احنا عارفينه اول حاجة انه هو يتحرك لمربع امن زي مثلا المربع C8 بالمنظر ده او ممكن يتحرك لمربع امن تاني زي المربع A6 بالمنظر ده في مربعات ما يقدرش يروح لها الملك يعني مثلا الملك ممنوع عليه انه هو يجي في المربع A8 عشان هيفضل برضه على الوطر بتاع الفيل والفيل ممكن يوصله طيب ما يقدرش يجي على المربع C7 عشان هنا في بيدق البيدق ضارب المربع ده وفي نفس الوقت ما يقدرش يجي على المربع A7 عشان برضه البيدق ضارب المربع ده ما يقدرش كمان ياخد البيدق ده عشان البيدق ده محمي بالبيدق اللي هو على A5 فاضل ايه بقى ممكن يعمله ممكن انه هو يحط قطعة بينه وبين الفيل على الوطر زي مثلا عنده الفيل ده هوت ممكن الفيل يجي في المربع C6 الفيل جاء من المربع D7 واتحرك على الوطر وجاء المربع C6 ووقف ومنع الفيل انه هو يوصل للملك فاضل ايه تاني فاضل الحاجة السهلة اللي احنا لازم نفكر فيها اللي هي نتخلص من القطعة اللي بتدي الكيش والاسود عنده رخ على نفس الصف بتاع الفيل فالرخ هيتحرك على الصف بالمنظر ده وياخد الفيل يبقى كده الملك اتخلص من الكيش وهنا ينتهي الجزء الاول في الجزء التاني هنقش مصطلح الكيش مات